فضيلة الشيخ هذا السائل يقول أردت أن أشتري سيارة من المعرض وذهبت إلى البنك الأهلي من أجل أن نتفاوض على السيارة ويشتريها ثم يقصطها على أقصاط شهرية علما بأني أريد استخدام السيارة أرجو من الله ثم منكم توضيح هذا الحكم لا يجوز أنك تذهب لا إلى البنك ولا إلى غيره إلا من عنده السلعة من عنده السلعة السيارة أو البيت أو الأرض أو السلعة التي تريدها إذا كانت في ملكه وفي حوزته فإنك تذهب إليه وتشتريها منه إما بثمن حال وإما بثمن مؤجن أما إنك تذهب إلى البنك أو إلى غير البنك وهو ما عنده شيء وتتفاوض معه وتوقع على الأوراق ثم يروح يشري لك بعد ما تحصل الاتفاقية هذا باطل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك جاء سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي ثم أذهب وأشتريه له قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فلا يجوز للبنك ولا للشركة ولا للأفراد لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا إلا إذا كان في حوزته وفي ملكه فإذا كان في ملكه وحوزته جاز أن يبيع عما أنه يربط الزباين وما عنده شيء ثم يروح يشري لهم هذا بيع باطل ولا يجوز ترجمة نانسي قنقر